سيد حامد هذا الاهتمام من قبل النادي بمشجع ألا يقودنا إلى أن روابط المشجعين تحتاج إلى تنظيم في حق للمشجع يعني كل دول العالم اللي بتمارس كرة القدم بشكل احترافي عندها روابط بتجيب مطالبها بتحقق أهدافها وأيضا بتحميها عند النكبات أو أي ظروف أنا أعتقد أن الليحة الجديدة التي وافقت عليها الجمعية العمومية لنادي الأهلي فيها ما ينظم هذا الأمر وأعتقد أن الموضوع محتاج من الإدارة التنفيذية أن تبدأ في تنفيذ منصة عليه اللائحة من وجود روابط مشجعين وفيها كل الأمور بس علينا أن نتحرك في هذا الموضوع وبسرعة لأنه دوماً اللي بيحصل أنه الأهلي بيبدأ ثم يتبعه يتبعه الآخرون دوماً فعلى هذا الأساس أنا شايف أنه تشكيل روابط المشجعين هي شيء جيد ويعني خصوصاً قبل الدوري الذي وعدنا بأنه سيكون مختلف وحيكون بجماهير لأنه الخاسر الأكبر من عدم موجود جماهير هو النادي الأهلي ثم النادي الأهلي ثم النادي الأهلي الأهلي بيفقد سلاحه النادي الأهلي دوماً دوماً أنا أنا بلعب في ملعبي وبلعب خارج ملعبي في الحالتين بيبقى الجماهيرية الأهلي هي اللي بتثير الحماسة في اللاعبين أما لعب على طول في مباريات الصمت خصوصاً أما يبقى لا يوجد لا يوجد مبرر بسأل نفسي ساعت سؤال منطقي يعني الأهلي بيلعب في كاس مصر مع فريق بلا جمهور فريق بلا جمهور فهيحصل إيه أن تحضر جماهير وهي مباراة كورة طبعاً كان بيحضر 75 ألف متفرج في مباراة مصر في بطولة كاس الأهم الأفريقية الماضية وكان شكل الملعب بيبقى رائع وجميل واللي كان بينظم الأمن هو الأمن المصري واللي كان بيقوم على الباقي هم مصريين واللي كان بيحضر المباراة جماهير وشباب وعائلات وهكذا وكان المشهد رائع فإحنا ليه بنقفله أنا بقول إن هناك يعني دول الحالة الأمنية فيها صعبة جداً لكنها تقام فيها المباراة بجمهور فإحنا إيه اللي خلينا نعمل كده يعني على أي أساس وعلى أي أساس الأهلي بيلعب مع فريق اسمه وإطلع بره والفريق طلب إنه النادي الأهلي استضيفه واستضافه النادي الأهلي فحد ده أقول عشر تلاف طبه ليه أقول عشر تلاف يعني ما سبها يعني مش هيحصل حاجة خصوصاً إن النادي الأهلي الآن وهو أول من فعلها عنده الطريقة الإلكترونية لحجز التذاكر سواء من أعضاؤه أو جماهيره وتم تطبيقها من قبل ونجحة فإحنا بس هي هي القضية بيني وبينك يا أستاذ إبراهيم أنا ما ببقاش عارف هو عندما أريد أن أخاطب الكرة المصرية من أتحدث إليه؟ مين؟ أكلم مين؟ كان الأول خالص بدور أحكلم العميد ثروة سويلم صح؟ اللي هو المدير التنفيذي اللي أصبح بين ليلة وضحاها هو المسؤول الأول وبعدين الآن اللجنة اللي هي الجديدة الكرة المصرية دي جماهيرية ضخمة جدا وشيء عظيم جدا ويحتاج مننا إلى كثير كثير من العطاء والاجتهاد إلا إذا كان هناك شيء لا نعرفه لأنه استمرار لجنة مؤقتة لمدة سنة كاملة أنا شايف قرار يعني غير مسبوك من بسم هو بيكلفها في خلالها بمهام كبيرة أنت بيكلفها الفيفا بأنها تعيد النظر في لايحة النظام الأساسي وإجراء بعض التعديلات عليها نعم رقم اتنين بتيجي الانتخابات على لاحة جديدة وتسلموا المهام ثم تعمل كل التشكلات والهيكلة الإدارية داخل الاتحاد يعني هي مجموعة مهام وأي لهم لحين إجراء الانتخابات أو 31 يوليو أي يوم أقرب يعني لو أنجزت كل هذه المهام قبل 31 يوليو في ست شهور أقول سامع عليكم بس سلم الأمور لاتحاد منتخب أنا أريد من اللجنة الخماسية برئاسة المحاسب عمر الجنيني أنها يتبقين لنا أمارة أنه أنه سنجد شيء مختلف وكما قلت أنت وأنا بطالب أو هكذا بطالب الأهلي منذ عشرين أو أكثر عاما بضرورة ضرورة تعديل الليحة الانتخابية لأنه لا يصح بالمرة لا يصح بالمرة أن يكون صوت يمثل للأهلي أو الزمالك أو الإسماعيلي أو المصري أو الاتحاد وصوت أيضا يمثل بعض أندية مراكز الشباب غير الفاعلة ده ما ينفع شيء وقالها المايسر والصالح سليم قبل كده أنه الرجل بتاع الدرجة الأولى اللي النهاردة هيلعب درجة أولى في الدوري الإنجليزي ده له ثلاث أصوات اللي في الدرجة الثانية له صوت اللي في الدرجة الثالثة ملوش واللي في الرابعة ملوش لأن الإيده في المياه الوزن النسبي لكل بيتحدد كده أنت بتلعب فين طب أنت عندك كم فريق نشئين طب أنت كل الحاجات دي بيتحط لها أن دول يبقوا عدد الأصوات أكبر عشان نتخلص الحقيقة من انتخابات السمك والجنبري اللي في الدرجة الثالثة ملوش